أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد السابع من أبريل وأوضحت الحركة أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر التي تضلع بدورها في الوساطة في إطار جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي بيان لها أكدت حركة حماس رفضها التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة مشيرة إلى أن مطالبها تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودت النازحين إلى أماكن سكنهم وإغاثتهم وإيوائهم فضلا عن الاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى جادة أدانت الخارجات الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمينية في القدس المحتلة واعتبرتها امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس لاستكمال تهويد القدس وتكريس ضمها وحضرت الخارجات الفلسطينية من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها مؤكدة أن جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة وطلبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات فورا باعتبارها تهديدا مباشرا لساحة الصراع والمنطقة برمتها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الثلاثة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين مثمنة مواقف الدول التي صوتت لصالحها وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العدوان العسكري والاستيطان الاستعماري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلية شن غارة على محيط قلعة أرون الشقيف بصاروخين استهدفا منزلا كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على بلدة عيت الشعب بجنوب لبنان ما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل